هذا ومنحت مملكة البحرين ممثلة بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة التابعة لوزارة الداخلية الإقامة الذهبية لعدد من المستفيدين تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لجذب المواهب والاستثمارات ما ينعكس على دعم الاقتصاد الوطني ورؤية البحرين الاقتصادية عشرين ثلاثين تماشيا مع خططها المندرجة تحت خطة التعافي الاقتصادي وتحقيقا لرؤية البحرين عشرين ثلاثين أطلقت مملكة البحرين ممثلة بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية الإقامة الذهبية في خطوة استراتيجية رائدة تواكب التطورات العالمية التي تصب في استغطاب الكفاءات في شتى المجالات معتمدة في ذلك على ما تتمتع به المملكة من سمعة دولية واسعة كوجهة مفضلة للإقامة والاستثمار وذلك بفضل توجيهات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وليو العهد رئيس مجلس الوزراء إطلاق نظام الإقامة الذهبية سيسهم في تعزيز تنافسية مملكة البحرين ودعم مختلف مسارات التطوير في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والخدمية عبر منح إقامات طويلة الأمد لفئة الموهوبين والمبتكرين بما يمكنهم من الحصول على إقامة دائمة لهم ولعائلاتهم في خطوة توصف بمثابة النقلة النوعية في الآداء من خلال مواصلة المملكة تميزها في تقديم خدمات عصرية ومتكاملة فهذه الخطوة التي وصفها محلون ومراقبون بالفكرة الخلاقة لا قد ترحيباً واسعاً من كافة الشرائح المجتمعية بما فيها المستفيدون من نظام التأشيرة الذهبية مؤكدين أنها تحقق لهم المزيد من الاستقرار والتطور وبما يمكنهم من الإسهام بشكل أكبر في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين أنا من أول حاصلين على الإقامة الذهبية فعلياً أنا أدمت من أول ما تم الإعلان عنها كانت الإجراءات جداً سهلة وبغضون أو بظرف أسبوعين اتصلوا فيني وتم القبول طلبي صراحة أنا أدمت على الإقامة لأنه أنا بحب البحرين البحرين استضافتني إلى 12 سنة بلد شعب لطيف جداً محب حاسة حالة من أهل البلد الإجراءات من وقت تقديم الإقامة الذهبية ما قعدت فترة طويلة يعني مرة سريعة جداً والإجراءات كانت سهلة وميسرة وصراحة توجه بالشكر للقيادة الرشيدة جالت الملك وإسمائيلي العهد ومعالوزير الداخلية بهذه المبادرة الكريمة يعني تقديم الإقامة الذهبية لراغب الاستثمار في مملكة البحرين أشكر مملكة البحرين وأتقدم بجزيل الشكر لجلالة الملك وسموه ولي العهد على منح الإقامة الذهبية اللي أنا متأكد رح تكون سبب فيه استقرار الأمور الاقتصادية والدعم الاقتصادي والنهضة الشاملة اللي بسعى عليها واللي بتشهدها مملكة البحرين بشكل عام وتمت العملية بشكل مختصر وخلال أقل من أسبوعين تم الرد بالقبول والحمد لله هذا وتمنح الإقامة الذهبية للموظفين أو المتقاعدين الذين أقاموا في المملكة أكثر من خمس سنوات متواصلة وممن يبلغ متوسط راتبهم الشهري ألفين دينار بحريني أو أكثر خلال تلك المدة في حين يمكن لفئات محددة منها المتقاعدون ومالكو العقار الحصول على الإقامة الذهبية بشكل فوري بحسب معايير خاصة بكل فئة من هذه الفئات أنا اللي مقيم في البحرين من 16 سنة ويعني بيقول لك أنه بلدي البحرين مش بلدي التاني بلدي الأول وهذا حكي طبعا حبي للبحرين وشعب البحرين والقيادة البحرين هو اللي دفعني أن أحصل على القائمة البحرين طبعا بالإضافة أنه طبعا وجود كفاءات في البحرين أكيد رح يساهم بسمو ورفحة البحرين أقدم بجزيرة الشكر لجلالة البلك حمد بن عيسى وولي عهده ووزير الداخلية ووكيل وزارته على النقلة النوعية اللي صارت في فكرة تعملية منحة الإقامة الذهابية اللي بيها تسمح لكثير من الناس اللي هما قضوا مدة طويلة من الزمن لخدمة هذا البلد البحرين معروفة بأنها مملكة الأمن والأمان وبرنامج الإقامة الذهابية بصراحة وفرصة كبيرة لترسيخ مبدأ الأمان اللي البحرين معروفة فيه للمقيمين على هذه الأرض الكريمة وأنا شخصيا أحب أشكر المملكة وجلالة الملك وسموه ولي عهده على هذا العطاء المستمر وتمنح الإقامة الذهابية لأصحاب العقارات والمتقاعدين وللموهوبين حيث تتميز بالعديد من الميزات أبرزها أنها تتجدد مرة واحدة كل عشر سنوات ومن المتوقع أن يسمو تطبيق نظام الإقامة الذهابية في تازيز مستوى مملكة البحرين في التصنيفات الدولية نظرا لما تتمتع به المملكة من مناخ آمن ومستقر جاذب للاستثمار ومفضل للعمل والإقامة في أجواء يسودها السلم والتعايش الإنساني خطوة متقدمة وواعية تنمع رؤية ثاقبة واستشراف ذكي لمستقبل مشرق في ضوء المميزات التي تمنحها الإقامة الذهابية في مملكة البحرين لتدعم بذلك كافة مسارات التنمية وفقا لرؤيتها الاقتصادية 2030 طلعنا في مركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر